بخير من جديد نور أبو خلف معنا في الستوديو هذا الصباح حتعرفنا على الشغل اليدوي المتقن اللي بتعمله اللي له علاقة بالمسامير والخطان اللي بتلتف بطريقة فنية رائعة عليها وتطلع لنا لوحات بتاخد العقل نور صباح الخير صباح الورد أهلا وسهلا فيك أهلا فيك يا رب ما شاء الله عليك على ثقتك بنفسك وعلى الأشياء الحلوة اللي أنت جايبتها معاك اليوم حنعرف الناس على هذا الفن أهلا فيك هذا أنا بتذكر كنا ناخده بالمدرسة بصراحة عمرين طبعا ما زبطته كان كتير حلو ومعلمات الشغل المهني والفني كانوا يعلموا الطالبات لكن أنت طبعا عم تعملي بطريقة محترفة خبرنا شو هو هذا الفن نور أهلا فيكي طبعا هذا الفن اسمه string art أو فن الخيطان بالمسامير string art تمام بدايته إنه بس يعني بتكون عندك فكرة معينة لهدف معين وبتحاول تطبقيها على الخشب باستخدام المسامير وبعدها بتحاول تظهريها بشكل مناسب بالخيطان إذن المرحلة الأولى هو المسامير بزط أنت بتثبت المسامير أبل تثبت المسامير بزط بكون في عندي خطة معينة رسل معينة تصور أو خلينا نحكي ديزاين ديزاين معين بزط بس هذا ديزاين عشان يزبط لازم المسامير تكون كل واحدة بدقة ترسم أكيد طبعا كل ياتها بمسافات معينة بمسافات معينة على الأغلب بتكون عشان أشتغل بدقة معينة بس طبعا تقدر تستخدمي أي مسافة أنت بتحبيها لكن المسافة اللي بلقيها مناسبة أنا يعني ما بين سانط إلى أقل شوية عشان تطلع التداخلات الخيطان طريق الزط بس أنا برجيهم هذا اللون وهذا هاي اللوحة شوفوا ما أحلى الألوان اللي فيها هذا كله مسامير يعني مثبتة بطريقة أنا بدي أقول علمية حتى يعني هندسية آه يعرف بأشي اسمه 3D string art أو Geometric string art من Geometric اللي هي أصلا أشي جزء من الهندسة شوفوا ما أحلى تداخلات الألوان كأنك يعني عم تشوف لوحة سحرية عن جد حلو برافو عليك يا نور طيب خلينا نشوف كمان لوحة من اللوحات اللي أنا حاب أشوفها اللي فيها أحرف نور آه تمام اللي هي تمام هاي عبارة عن شعار آه شر صفحة أو شي أو صفحة صفحة على فيسبوك اسم هذا composition وبشتغلوا هيك منتاج وفيديوهات بالضبط يعني ممكن يعملوها شركات بالضبط لوجوز آه لوجوز حلو تمام حلو كتير جميل والأحرف كمان بدها دقة بالتثبيت المسمير عشان تطلع دقيقة بهذا الشكل يا نور شو كمان دكتوارجينا؟ حسا فيني أول شي بس أعرفك على مشروعنا ياريت تمام مشروعنا اسمه نورسين طبعا هو مشروع أرت بشكل عام فكرته بدت باشتراك مع فكرة أختي الأساسية كان هي بتحب الهاندماد كتير فطرحت علي الفكرة وقالتلي إذا بتحبي نبدأ نشتغل في الهاندماد قلت لها ما عندي مشكلة كوني أنا أصلا مهندسة معمارية مهندسة معمارية وفكرة الستان آه في شي تاني كمان ستان آه يما أحلاهم طبعا خلينا بالضبط نشوفهم اللي هم بوكال بالضبط في عنا هاي أختصاص اختصاص أختي والسترينغ آرت اختصاصي طبعا هي الصفحة زي ما حكينا عامة يعني رح يكون فيها أكتر من إشي مو بس هاي ورجيكم هاي كمان فيه كمان هاي ورود في طبعا همان دولة بنفع يكونوا بروش بوكال هسا في عنا بوكلة مثلا زي هيك تمام تمام وفي عنا أطواق ما أحلاهم للشعر آه ما أحلاهم زي هاي هلا هدولة ممكن أنه ترتبيهم على لوحة كمان أكيد طبعا تعاملي أحجام أكبر من هيك فيه طبعا كله بتبع للجهود ولكمية الوقت الممكن تصرفيها على الورد مثلا تمام تمام هاي عجبت لتمان الفكرة فيه طبعا أطواق للبنات الصغار ممكن يكونوا كتير حلوين حس هدولة كتير مفضلين عند البنات الصغار حلوين يحبوها ممكن كمان نروح لهيك اتجاهات هاي نوع من أنواع الفن نستخدمه فيه أكتر من إشي بالأضافة الأحل والهدية إنه منستخدم كمان بداية طبعا لسه المشروع قيد التطوير نعمل أكسسوارات بس الشكل غير يعني غير متعارف عليه ما نستخدم الحديد نستخدم الستان واللولو فيها دول كمان أهلا برافو رقة يعني فيه بعدين أقولك شو كمان يا نور أنا من ملاحظاتي إنه فيه نظافة بالشغل ويعني الهند مين تبدو أكتر شي إنك تكون دقيقه والأشياء تكون هيك مرتبة بالآخر شوفوا هذا مثلا قدي ناعم ولطيف نرجي شغل نور فأنتي هذا المشروع إذن أنتي وشقيقتك بتشتغله عليه جميل وكتير رائع طبعا إلنا صفحة على الفيسبوك على الإنستجرام على اليوتيوب كمان قناة كله باسم نورسين وبنفس الشعار راح تلاقوه خلينا نشوف النيلز والسترينجز كيف تعمليهم يا نور هس هو كتير إشي بسيط يعني نورسين لأنه اسمك نورسين أنا اسمي وأختي اسمها سهير فأول حرف من اسمها سين فلقت اسم هيك مناسب وقررنا إنه نشطه معها تتكرين حتى في الاسم تقريبا رابع لقتم هو اسم إله ومعنى مختلف يعني فيه ناس يسموا نورسين كاسم يعني لكن لأنها هيك ملفت كاسم مشروع يعني وبعدين الشراك اللي بينكم بلبق لها هذا الاسم طيب هلنا بنعمل شي على هذا البورد اللي مع نور نشوف كيف ممكن تطبق إلنا شي بسيط من القطاع حسا الأشغال هاي يعني طبعا في إلها أكتر من طريقة مثلا أتفضل فيه أشياء عشوائية بنشتغلها زي هيك فيه أشياء هندسية زي هيك فيه شغل مش عشوائي زي اللي تحت بس خلينا نشوفهم لبتأخذهم الكاميرا بالزبط مثلا الشغل هون عشوائي هون برضو عشوائي لكن هون ترتيب هندسي وهون في عنا زخرة في إسلامية جاء رائعة هاي الاسم زيد وحوالي الزخرة في الإسلامية رائعة جدا خلينا هون عشان الأمور نشوفها ونشوف هسان هون رح أعتمد العشوائية تمام هي الفكرة إنه تكوني رايقة معاها شوي شوي لللوحة تعامل الخيطان برقة بعدها رح نكمل اللي هو خط القلب بالزبط طبعا هذا كله الأساس فيه هو المسامير يعني عليك يعني صح إنه الخيطان بدهم دقة لكن المسامير إذا ثبتناها أعتقد بشكل كويس خلص أكيد أكيد لازم تكون ثابتة ويفضل إنها تكون مستقيمة قدر الإمكان عشان الشكل يضل حدي بيتكم عبا ما سامير فيتان في عندي كولكشن عليها على العكس بالعكس يعني أنا بشكر أحبه كتير على دعمهم الرائع طبعا بالبداية دعم إمي وأختي لأنه كانت الفكرة من الأساس من عندها بعدين دعم إخواني ومساندتهم إلي الله يخليكم لبعض صديقاتي وأحفاد العيلة صبايا اللي مثلكم أنا كتير بحب إنه العائلة نفسها تكون عندها هالاهتمام وتدعم بناتها والصبايا اللي بحبوا يعملوا مشاريع بزرط طبعا خمل الخيط بيحل اللوحة أكتر يعني كل ما عيت على الموضوع بيعطيها دبس بيعطيها عمق أعيد لك خط؟ بيعطيها لون آه ممكن تفضل يعني أعتقد إنه أنا مش كتير دقيقة بالموضوع لا ما في مشكلة نحاول أستعيد ذكريات المدرسة تاخد يعني مش كتير علامة كويسة بهاي القصص مع الأسف إنه الفن يعني لازم يولوه شوية اهتمام أكتر في كتير أفكار فنية كتير حلوة وبصراحة يعني هاتجوزة بسيط بصراحة طويل اللي الواحد مرات بعاني منه ما في أجمل من إنه يعبيه بيشي فني ضروري جدا الواحد دايما وأعتقد من رد نعيد هيك بزرط عشان يصير زي هيك كفيف ثيك في الموضوع أه بس هون إحنا خربطنا ممكن نعمل هيك زي هيك إشي مسلا يا بتضطر تعيد الخيط أو إنه إذا قدرت تدركيها وإنت تشتغلي ما في مشكلة مثل هي نور عم بتقول لنا إنه كل ما خملنا يعني فيك تعملينا خطاني عشان نتكفي الشكل النهائي بصير زي هذا تقريبا بالزبط كل ما كانت أخمل الخيطان على بعضها كل ما كانت اللوحة بشكل أحب وأمورها هاي اللوحة كمان هيك مودة تحسيها القلب والدق والنبضات كتير هيك مرغوبة للناس بشكل رهيب يعني هدية حلوة كمان تمام أدي بياخدك وقت مثلا زي لوحة كبيرة مثل هاي اللي مكتوب عليها اسم زيد أو اللوحة التانية العشوائية طبعا آه كل لوحة بتعتمد على التصميم تبحها بالأساس إذا كان تصميم معقد شوية أو في كتير تفاصيل بياخد وقت أكتر ومثامير أكتر مثلا لوحة هاي مع إنها تبدو معقدة لكنها بالشغل والوقت أقل بكتير مثلا من لوحة قيامة أرطوك أو لوحة اللي هي هاي فيها الأجنحة أو لوحة زيد مثلا أو زيد آه طيب تمام مثلا هاي أخذت على التصميم آه بالضبط تعتمد باللاي على التصميم وعدد المسامير إذا هيك يعني تقريبا تقريبا إحنا منكون عملنا شوية من هاي اللوحة منقص الخيث منقص الخيث بس أخذ أورجيها بالضبط تفضح بدون شوفوا ما أحلى هالفكرة طبعا هي مش لسه فبدها يعني تشطيبات نهائية ولكن حتى بهذا الشكل هي لوحة كتير حلوة نور شكرا طيب أنا بس بدي أشوف قبل ما ننهي لقائنا آه طبعا هاي اللوحة اللي فيها ورود بالضبط يعني هاي انتوا طبقتوا الجهتين على بعض يعني عليك بس هاي الورود مش بستان هاي ورود بالفوم 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 اللي هل كلنا نسميه لباد أو لباد بالضبط شو مكتوب عليها؟ رغد برضو في صبية بتعرفوا اسمها رغد صاحبتكم حلوة كتير جميلة اللوحة جدا نور شكرا برابو عليكي شكرا مهندسة معمارية ومبتكرة في الأشغال اليدوية برابو عليكي انتي شكرا وأختك أيضا الجميلة وإن شاء الله مشروعكم إله كل التوفيق يا نور إن شاء الله شكرا ما شاء الله عليكي ما شاء الله عليك شكرا